مشاهدي بيت للكل أهلاً وسهلاً بحضرتكم العالم يتطور بشكل كبير والعالم يتغير بشكل لحظي يعني في لحظات كده يبقى فيه تطور كبير كل يوم وكل وقت التقدم أصبح مذهل في العالم وأحياناً ننظر ليه التقدم التكنولوجي وعلى أنه ثورة ثورة كبيرة تغيرت وكثير من الأجيال هتلاقيه دايماً بيقول إيه كنا في هدوء وكنا في حال تاني وأصبح الحال حال يتغير يعني بشكل كبير جداً والتقدم التكنولوجي كل يوم في كافة المجالات أصبح موجود ولذلك حتى وإن كانت هي ثورة وإذا كانت إيجابية التطور والتكنولوجيا وأنها تساعد الإنسان في أشياء كثيرة ولكن في نفس الوقت هناك وجه سلبي فلابد أن نكون بمنتهى الحذر حتى لا يصيب هذا الوجه السلبي أي من المجالات التي نعمل بها علينا أن نعرف تماماً ونحن نستخدم كل الأجهزة التي نتعامل معها يومياً سواء على التليفون أو على إنترنت أو ملفاتنا الشخصية أو حتى الملفات العامة في الأجهزة والمراكز والهيئات أن نكون منتبهين تماماً لأن هناك من يحارب ومن يبحث عن أي ثغرة سلبية يدخل إليها الأمن السبراني هو من الموضوعات التي أصبحت مهمة جداً جامعات كثيرة جداً في منطقتنا العربية في مصر والمنطقة العربية الآن الطلاب والأجيال يدرسون الأمن السبراني يبدو أننا لابد أن نجهز جنود لهذا الأمن السبراني حتى يدافع عن كل ما نملك من معلومات رقمية أو ملفات أو حتى أمننا القومي العربي موضوع مهم والسؤال اليوم في بيت للكل هل هذه الثورة التكنولوجية هي ثورة إيجابية طول الوقت؟ أم لابد أن ننتبه من كل ما هو سلبي ونجهز الجنود المتعلمين؟ اسم الساء الخير على حضرتك وجميع زملائي شافكي ورعد وكل من يتابعنا من خلال شاشاتنا الأربع العربية حقيقة اليوم محور حلقتنا محور مهم وهو الأمن السبراني العولمة والحوسبة والرقمنة وكل هذه المتداخلات الحديثة إلى بلدان العربية التي أصبحت من مقاومات البلدان جميع مفاصل الحياة تحتاج إلى أمن سبراني حقيقي تحتاج إلى رقمنة الأشياء بدت حتى المعاملات في الدواء الرسمية عن طريق الأنظمة الألكترونية المهمة هذه الثورة التكنولوجية المهمة يجب أن تدعم بشكل حقيقي من المؤسسات الحكومية المعنية وحتى المؤسسات الخاصة أمن بلدان بالكامل حقيقي يعتمد على الأمن السبراني حدثت مشكلات في الآونة الأخيرة تعطلت مواقع للتواصل حجبت مواقع معينة كل هذه التفصيلات المهمة تحتاج إلى دراسة ودراية ووعي ومعرفة بكيفية التعامل والحفاظ على رقمنة الأشياء بالإضافة إلى الأمن السبراني المهم لكل البلدان من خلال هذه الحلقة لهذا اليوم أكيد سنتناول تفصيلات مهمة دقيقة تتحدث عن الأمن السبراني في الوطن العربي بالإضافة إلى العالم وكيفية التعامل وأين وصلنا اليوم من الأمن السبراني من احتياجات مهمة بالإضافة إلى هل هناك أنظمة سبرانية حقيقية تحافظ على أمن ومعلومات حقيقية لمؤسسات لشركات لبلدان لدول كل هذه التفصيلات سنتناولها في حلقتنا لهذا اليوم الأمن السبراني مشاهدين هذا المصطلح وهذا التخصص يشغل العالم أجمع الأمن السبراني يتعلق ببيانات خصوصية بيانات وحفظ البيانات وإعادة استرجاعها من جديد قدمت لنا التكنولوجيا كثير من أمور الحياة التي سهلت واختصرت على الجميع الوقت والجهد وإمكانية حفظ جميع البيانات بكل خصوصية لكن هذا التسهيل لم يقدم لنا بالمجان له مخاطر على الجانب الآخر وله محادير هذه المخاطر لا تقتصر على الأفراد وإنما أيضا على المؤسسات وعلى دول أجمع فلذلك نسمع بالهجمات الأمنية أو الهجمات الأمنية السبرانية لذلك نعود ونقول بأن الحروب الآن ما بين الدول لم تعد جنود على الأرض تقاتل دول بعضها البعض وإنما أصبحت هناك حروب سبرانية حيث دول تغزي دول أخرى من خلال اختراق بياناتها وأمنها السبراني حلقة اليوم فيها كثير من التسوعية وفيها كثير من مواضيع إدارة مخاطر الأمن السبراني أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بيت للكل هذه الحلقة تكنولوجية بامتياز ونتحدث فيها عن ما حدث خلال الفترة الماضية خلال الأشهر الماضية وتكرار ما حدث من تعطل للأنظمة المشغلة الحواسيب والأمن السبراني في ظل العالم اليوم بحكي بلغة التكنولوجيا تكنولوجيا البحثة كيف تبدو الأمور بالنسبة لفلسطين دول العربية مدى تأثرها بهذا تعطل الماضي كيف حدث في الإمكانية خلال الفترات المقبلة أن يتتكرر مثل هذه الحوادث في عالم تكنولوجيا فلسطين أين هي على هذه الخارطة هل ما سفيد من الدروس التي تحدث في العالم فيما تعلق بهذا التعطل